موسيقى 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 صاحب الفضيلة هنا سؤال من إحدى الأخوات تقول نريد كلمة توجيهية لطلبة العلم الشرعي بتفعيل دور المسجد بتدريس الناشئة العلم الشرعي حفظكم الله الحمد لله رب العالمين و أصلي و أسلم على نبينا محمد و على آله و أصحابه أجمعين أما بعد تعليم العلم الشرعية من أجل الأعمال و أفضلها هو من أكبر ما يقرب إلى الله تعالى و يسر سبل الخير للإنسان قد قال النبي صلى الله عليه وسلم من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة كما في الصحيح من حديث أبي هرير رضي الله عنه و هذا يدل على عظيم الفضل المترتب على تعليم العلم و تعلمه و أن سلوك هذا الطريق يوصل إلى خير عظيم من مواطن تدريس العلم الشرعية بالتأكيد المساجد فإنها لذكر الله عز وجل و ذكر الله ليس محصورا فقط بقراءة القرآن أو بالتسبيح و التحميد و التهليل و التكبير و نحو ذلك من أنواع الأذكار إنه تعليم العلم أيضا بل قد قال جماعة من أهل العلم مجالس الحلال و الحرام هي مجالس ذكر الله عز وجل ذلك أن المجالس التي يتعلم فيها الناس كلام الله تعالى و كلام رسوله صلى الله عليه وسلم و ما دل عليه الكتاب و السنة هي من أفضل ما يشتغل به المشتغلون و هو اشتغال بفهم كلام الله اشتغال بما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم فلذلك كان من أعلى الذكر أن يشتغل الإنسان بطلب العلم و تعليم العلم ذاكا من الفضل الكبير و الأجر العظيم نحن في زمان قل فيه العلماء و قل فيه تعلم العلم و قلت الرغبة في العلم هذا طبيعي نحن عندما نشاهد كثرة المنصرفين عن العلم وجدنا أن أكثر الناس لا يعلمون كثير من الناس لا يعلمون و لا يعلمون أنهم لا يعلمون أو لا يرفعون بهذا العلم رأسا بمعنى أنه يتعلم الأشياء التي الجيد منها المسلمين يتعلم ما يحتاجه هذا هو الجزء الذي يجب على كل مسلم أن يتعلمه و القدر الذي يقيم به عبادته في عقيدته و معرفته بالله عز وجل و سيره إليه و فيما يتعلق أيضا بمعرفة الطريق الموصل إلى الله من الصلاة و الزكاة و الطهارة و سائر الأعمال التي يحتاج الأنسان حتى في معاملته في البيع و في النكاح و في الطلاق و سائر المعاملات التي يحتاجها الناس هذا مما ينبغي أن يحلس عليه المؤمن و هذا القسم هذا القدر من التعلم فرض كفاية فرض عين لا يجوز لأحد أن يخل به ذكرا كان أو أنثى النوع الثاني من العلوم العلم الذي يقصد منه حفظ الشريعة و صيانتها و نشرها بين الناس و قضاء حاجة الناس هذا هو العلم الكفائي الذي يجب على من كان عنده قدرة و ممكنة أن يتوجه إليه لأن الحاجة إليه ماسة و من علامات آخر الزمان و هي علامة قد ظهرت منذ أزمان كثرة الجهل و قلة العلم يكثر الجهل و يقل العلم كما في الصحيحين في وصف النبي صلى الله عليه وسلم لأحوال آخر الزمان فأنا أوصي بكثرة التعلم و الإقبال عليه طبعا المساجد لها ميزة لأنها هي الأماكن التي يذكر فيها الله تعالى في بيوت أذي الله أن ترفع و اذكر فيها اسمه و يسبح له فيها بالغدوة لأصال رجال لا تلهي امتجارة ولا بيون عن ذكر الله و إقام الصلاة و إيتاء الزكاة يخفون يوما تتقلب فيه القلوب و الأبصار فالتعلم في المساجد هو أنسب مكان لكن إذا لم يتيسر كما هو الشأن في بعض البلدان لا يتمكن الإنسان من التعليم إلا وفق آليات معينة فهنا يعلم في بيته في سوقه في محله في حيث يتيسر في مدرسته في مكان وظيفته يبذل العلم قد قال النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيح من حديث عبد الله بن عمر بلغوا عني ولو آية بلغوا عني ولو آية آية واحدة تشتغل بتعليمها أنت تمتثل بذلك وجه ما وجه إليه النبي صلى الله عليه وسلم من تعلم العلم و تعليمه لذلك أنا أوصي بالحرص على التعلم و للأسف هذا المجال قليل من يسلكه لكن سبحان الله العظيم من سلكه مخلصا في وفق وفتح له خير عظيم في دنيا و في أخرى كثير من الناس يزهد في العلم الشرعية يقول ماذا سأكون و إلى أي شيء سأنتهي في العلم الشرعي أنت تكون عند الله خيرا من أن تكون لك الدنيا كلها تكون لك الدنيا كلها في كفة و تكون لله و ما عنده في كفة أخرى بالتأكيد أنه ما عند الله خير و أبقى فلذلك و على أنه ما في تعارض يعني الإنسان إذا تعلم العلم سينفع الناس و يقبل عليه الناس و قد ينفع الناس مقابل في تفرق مقابل ما يستفيده من أموال لكن المقصود من تعلم العلم الشرعي هو أن يقصد بذلك حفظه الشريعة لا التكسب لأن التكسب هذا يمكن النجار و الحداد و العامل و كل أحد يمكن أن يدرك الكسب يعني ليس العلم لم يجعل التكسب العلم لإصلاح النفسي و تسكيتها و إصلاح الخلقي و هدايتهم لكن قد يتيسر الإنسان من المكاسب التي تغنيه إذا كان يحمل هم الدنيا ما يكفيه عن أن ينظر إلى فلان أو فلتان أو يطلب يمنتا و يسرخ طبعا الدراسة في المساجد غالبا ما تكون مرتبطة بشهادات و لا مرتبطة بأطماع يدركها الناس و لذلك يعني الإخلاص فيها أظهر من الدراسة الأكاديمية التي يرجو فيها الإنسان إما ترقية و إما وظيفة و إما شهادة فما ظن الإخلاص في الدراسة في المساجد أكبر و لذلك يجد الإنسان بالتجربة أن التعليم قد يكون فيه من البركة أكثر من غيره و على أن الجميع مبارك و كله بذل للعلم حيث ما كان فيه خير و نفل للأمة إن شاء الله و صيتي للإخوان أن يقبلوا على العلم و أخواتي أن يقبلنا على العلم فخيركم من تعلم القرآن و علمه و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم يحمل هذا العلم من كل خلف عدوله فهذه تزكية لمن اشتغل بالعلم و قد قال النبي صلى الله عليه وسلم نظر الله أن سمع مقالة فععاها ثم بلغها فرب حامل فقه إلى من هو أفقه منه فدعا النبي صلى الله عليه وسلم لمن يسمع الحديث و يبلغه و ينقله دعا له بالنظارة في وجهه و هي نظارة أن تحكيسه ما في قلبه من طيب و زكاة بإمكانكم دائما مشاهدة العديد من برامجنا على قناتنا على يوتيوب